الحرب الروحية يعني احنا اليوم نتكلم عن الحرب الروحية كحقيقة لكن السؤال اللي بيطرح ذاته طب هي وين تبتدأت الحرب أصلا في يوم من الأيام الله قبل خلق العالم المادي الله خلق الملائكة وهنتكلم عن هذا الأمر بالتفصيل النهاردة أنه بعد خلق الملائكة إبليس أخطأ إبليس كان ملاك وأخطأ وأخطأ معه كثير من الملائكة فانفصل عن العلاقة مع الله وأصبح ضد مبادئ الله وهنا بدأت الحرب بين معسكر الله ومعسكر القداسة ومعسكر إبليس اللي هو معسكر النجاسة والضلال وبعد ذلك خلق الله الأرض وخلق الإنسان وجاء إبليس وأغوى الإنسان فالإنسان سقط في الخطيئة وأقدر أقول أنه سرع العالم الذي صنعوا الله بالخطيئة وهنا يعني إيه سرع العالم يعني وضع فاصل بين الإنسان والله الخليقة والله نلاقي الكلام ده بمطال وضوح في سفر إشعياء أصلاح 59 يقولها أن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص وأذنه لم تثقل عن أن تسمع الناس بتصلي وربنا مش سامع لكن المشكلة هي أثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم وخطيئكم حجبت وجهه عنكم حتى لا يسمع فإبليس وضع فاصل بين الإنسان وبين الله ففصل الإنسان والله بالخطيئة فكانت النتيجة أن إبليس سرق هذا العالم وصار رئيس هذا العالم رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية موسيقى 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 موسيقى